اخبار اليوم وفقا لطريقة التطبيق فاركز كثير من الطلبة تصنف مقاييس الذكاء اجري هكتب بسرعة العبارة صحيح لكن لا اركز هو بيقول ايه تصنف مقاييس الذكاء الى ثلاثة انواع وفقا لطريقة التطبيق العبارة خاطئة لان لطريقة التطبيق بتنقسم الى فردي وجماعي ولما اجي اطبق سواء بقى الطريقة الفردي أو الطريقة الجماعية فعندي ثلاثة انواع فعندي مقاييس لفظية ومقاييس عملية واختبارات الموقف عندي الجزئية التانية من السؤال التالة فالمن نفس بيقول يعتمد التخيل في الطفولة المبكرة على الالفاظ العبارة خطأ لان احنا عارفين ان الطفولة المبكرة من سنة اثنين لست سنين بتعتمد على التخيل البصري والخيال البصري بيختلف من المرحلة دي عن المراحل الاخرى لان المراحل الاخرى هتبتدي يستخدموا الالفاظ ومسالة على ذلك ان الطفل في هذه المرحلة لو هو ماشي وشاف عربية صدم شخص وقع على الارض الناحية البصرية بتاعته او الادراق البصري بتاعه بيتخيل ان هو طار وتلع الشجرة ومشاء خيال الخيال ده جاء لبنين من خيال من خلال البصر برضو في مثال ومثال وقعي كان حاصل معنا كنا ماشيين في طريق زراعي كان في بعض الدواب شايلة برسيم فطفل في كان في مرحلة الطفولة المبكرة خيال البصري شايف هو مش شايف الرجول بتاع الدواب ولكن هو بيقولك الشجرة ماشي معنا خياله البصري خلاه ادرك ان الشجرة هي اللي ماشي وبالتالي بيكلم من خلال تخيله البصري وليس عن طريق الالفاظ عندنا الجزئية الثالثة في السؤال الثالث بنقول انتقال الخبرة مشروط تكوين الاتجاه النفس طبعا العبارة صحيحة لان فعلا الفرد بتنتقل خبراته عن طريق التصور والتخيل والتقليد والطفل بيكتسب معظم او اغلب اتجاهاته من خلال الاسرة التي يعيش فيها من خلال التطبيع الاجتماعي او التعلم الاجتماعي من خلال المحكاة والتقليد والملاحظة بالنموذج عندي الحيال الدفاعية جزئية المفروض الرابعة تعد الحيال الدفاعية نتائج مباشرة للاحباط والصراع طبعا العبارة خطأ لان الحيال الدفاعية تعتبر من ضمن النتائج الغير مباشرة لان الحيال الدفاعية بتعتبر لا شعورية لانها بتؤدي الى تخفيف حدة واثار التوتر والقلق الناتج عن كل من الصراع والاحباط وما بتحققش الهدف بطريقة واقعية ولكن بتدي للفرد فصحة من الوقت بحيث انه هو يفكر ويعيد وينظم افكاره ويلجأ الى الطرق المباشرة لتحقيق اهدافه وسميت باللا شعورية او اللا ارادية لان الشخص بيقوم بها بدون ادراك